بسم الله الرحمن الرحيم زي ما تعودنا كل سب نتكلم عن مزايا في النظام الماك وليم راح أتكلم عن ميزة طلب مني أن أشرحها الكثير من الناس وهي طريقة تعبئة النماذج في النظام الماك وشي البرامج اللي أنا أستخدمها في الحقيقة أنا لا أستخدم أي برامج أستخدم برنامج بريفيو اللي يجي مع كل نظام ماك فكل عليك أنك تفتح النموذج سواء تكون صورة أو بيديف وتضغط على علامة القلم اللي في الأعلى الآن تضغط هنا على مربع النص هذا فالآن راح يضيفه لك الآن ضلل الكلام تقدر أنك أنت تحذفه وبعدين تكتب اللي أنت حاب أنك أنت تكتب على سبيل المثال عند الاسم أكتب اسمي هنا الآن بضغط على حرف A في الأعلى وأقدر أني أغير اللون وأقدر أني أغير الحجم وأقدر أني أغير الخط وأقدر أني أتحكم بالخط مثل ما هو موجود في أي برنامج تعديل للنصوص الآن لو حبيت أني أنقلها للمكان المناسب لها في النموذج كله علي أني أحرك المرس عليها فراح تتحول إلى يد الآن أسحبها إلى المكان المناسب لها في النموذج مثال ثاني لو حبيت أني عبي مثلاً عاسبي مثل رقم الجوال نفس الشيء أضغط على حرف T أكتب رقم جوالي وبعدين أجي أسحب إلى المنطقة المناسبة وطبعاً أني أقدر أني أعرض النص أو أزيده أو أني أتحكم فيه بطريقة أفضل لو حبيت أنك أنت تتوقع النموذج الآن كل ما عليك أنك أنت تجي تضغط على هذه الأيقونة وفراح يظهر لك توقيعك طبعاً هذا التوقيع راح يتزامى مع كل أجهزتك لكن لو كنت تتعبي نموذج لحد ثاني مثلاً أو ما سبق أنك وقعت نضغط على كريت سيجنتشر وبعدين نضغط على تراك باد أو أنه تستخدم الكاميرا بحيث أنه أنت تجي تحط صورة توقيع كما من الكاميرا وراح يتعرف عليه فهنا بضغط التراك باد لأنه نغلب الأجهزة فيها تراك باد الآن نضغط على التراك باد نبدأ نرسم على التراك باد فراح يظهر لنا التوقيع مثل ما احنا شايفين وبعد ما خلصنا نضغط على أي زره في الكيبورد وراح يتعرف على توقينا الآن كل ما عليك أنك أنك أنت تجي تختار التوقيع اللي أنت حاب تستخدمه وتضغط عليه وراح ينضاف إلى الورقة وتقدر أنك أنت تحرك المكان اللي أناسبك طبعاً بعد ما تخلص لازم أن أنت تجي وتعمل حفظ هذا اللي أحب يتوقع اليوم لو كان عندكم أي سؤال واستفسار تبتحت في خانة التعليقات وسألوني على حسابي في السناب يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم